اشتركوا في القناة النبي اللهم صلي وسلم وبرك العبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم نستكمل الأخطاء الشائعة التي تقع في الصلاة طبعا أنتم ما يخفى عليكم أهمية الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم الله الحمد علمنا كيف نصلي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فالصلاة أمرها عظيم وشأنها عظيم وهي الرقن الثاني من أركان الإسلام حتى من عظم شأنها الصلاة أنها لم تشرع في الأرض إنما شرعت في السماء وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة عشان كذا البث السابق اللي كان معنا طبعا اللهم صلى الله عليه وسلم عن أبينا محمد ذكرنا بعض الأخطاء في الصلاة وأتوقع إن شاء الله أنها أخطاء مهمة وممكن معلومات جديدة على البعض وإن شاء الله أنها أفدناكم وإن شاء الله أن حضورنا مفيد لأن اليوم الواحد يحرص إذا جاء وقدم شيء أنه يقدم شيء مفيد جديد على الناس ويكون فيه تنبيه مهم وما يكون طبعا طريقة تقليدية تكلمنا في البث السابق إن كانت تذكرون تكلمنا عن بعض الأخطاء مسألة ما هو حد اللفظ أذكار الصلاة ما هو الحد أن ننطق باللسان وتتحرك الشفتين بها وتخرج الحروف مخارجها وإن أسمعت نفسك فحسن اتفقنا على كذا أليس كذلك تسمعنا تسك لكن ما تسمع على آخرين فتزعج غيرك وتذكرون ذكرنا أيضا حديث الرسول عليه السلام عندما قال إربعوا على أنفسكم إربعوا على أيها الناس إربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعونا لا أصمى ولا غائبة إنما تدعونا سميعا بصير سبحانه وتعالى فالله يسمعك يسمعك أيضا البعض الله يسرع في القراءة فياكل الحروف يعني مثلا يقرأ بهذه الصفة الحمد لله رب العالمين وإذا جاء مثلا في السجود قال سبحانه ربعا وإذا جاء في الركوم سبحانه ربعا فهذا لم يقم الحروف لم يقم الحروف على شكلها الصحيح وبالتالي إذا كان هذا اللفظ رقم مثل الفاتحة تقرأ بهذه الصورة لم تقم صلاتك لابد أن تعيد الصلاة طبعا أنا أقول الكلام بدون وسوسة ما يجيني واحد أنا قام أدري أنا قريت أنا أكلت حرف ما أكلت حرف نقول لا ما عندك مشكلة لكن إذا تقرأ بتأودة قراءة عادية هادية ما عندك اشكال حتى لو كان يعني فيها 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 إجاز لكن الحروف تخرج مخارجها الكلمات تخرج واضحة مثل ما تكلم أي شخص ثاني مثل ما تكلم أي شخص ثاني فما عندك مشكلة لأنه أيضا سبحان الله مما لا يليق أن تكلم شخص تخيلني بجنبك الحين تسوله عليه تقول سبحان الله كلا في حال طيب طيب شلونك يعني ما يليق ما يليق أنك تكلمني بهذا الطريق كيف بالخالق سبحان الله تعالى ملك الملوك بعض الناس تلب يعني أخذ الأمور عادي سيئا ما عنده إشكال هذه من الأخطاء الكبيرة هذه من الأخطاء الكبيرة هناك في ناس عاد مرة يعني غير مبالي يقرأ بصمت بقلبه نقول هذا ما قرأت لازم اللسان ينطق وتتحرك الشفتين والخروج خروج الحروف من مخارجها يعني الحرف يخرج تام ما يكون ما كول يعني بعض الناس تلقوا يأكل الحروف يأكل هذا من الأخطاء أيضا تكلمنا على مسألة مسابقة الإمام قلنا للمأموم للمأموم مع إمامه ثلاث أحوال مسابقة موافقة متابعة قلنا أن المسابقة محرمة محرمة حلو قلنا أن المسابقة محرمة وموافقة أقل أحوالها الكراهة إن لم يكن أيضا التحريم بعد لأن ظاهر النصوص على التحريم ما هو طبع السنة والصحيح المتابعة يعني إذا كبر فكبر إذا ركع فاركع وهكذا وتكلمنا أيضا عن كذلك النهي الذي يترتب عليه قال يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه أن يقلب رأسه رأس حمار أو صورة حمار فالنهي شديد في هذا النهي شديد في هذا طيب اليوم ننتقل في أخطاء جديدة أخطاء جديدة وطبعا أنا حرصت أني كل مرة أذكر لكم ثلاث أخطاء أربعة ثلاث أخطاء أربعة بحيث أنها تكون مستوعبة وتكون قليلة وموجزة بحيث أنها ترسخ في الذهن ما أودنا أن أسردها عليكم فأضيع الطاسة ويضيع الكل وبعدها نستقبل سئلاتكم إذا عندكم سئلة بسم الله طبعا من السنن أيضا بعض الناس عدم المبالات في الصلاة النافلة في البيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الصحيح مسلم يقول صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة يعني الفرض الفرض تصليها في المسجد مع جماعة المسلمين لكن إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فيحرص الإنسان على هذا هذا الأمر أيضا جاء في حديث لا تجعلوا بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر بعض الناس بيت ومقبرة ما يصلى فيه ولا يذكر الله فيه تجدوا دائما يعني أشبه ما يكون فندق فقط بس ينام يقوم ويمشي يأكل أو مطعم يأكل ينام ويمشي بس نقول لا يا أخي الكريم لابد أن تحرص هذه البيوت هذه المأواك وبيتك دارك سكنك لابد أن تحرص أن يكون فيه ذكر الله عز وجل حاضر بحيث أن الملائكة تكون حاضرة وبحضور الملائكة تطرد الشياطين أما إذا كان البيت خاوي من ذكر الله عز وجل فيكون هذا البيت يعني متاح للشياطين أعاذنا الله وإياكم منها خاصة طبعا خاصة إذا كان البيت في موسيقى وفي صور هنا الأمر يزداد سوءا يزداد سوءا لأننا نحن بعض البيوت الله مستعان تعج بالموسيقى يشغلون التلفزيون على أغنية موسيقى تشغل الجوال موسيقى ما في ذكر فطبيعي أن هذا البيت لن يكون يعني بيت مريح مطمئن فيه سكن فيه راحة فيه طمئنا وكثير من الناس اللي توصلون معي سبحان الله يقولون من مطمئن بيتي بغير بيتي مدير إيش مدير إيش قلت له بس سو حاجة وحدة أنت كيفك مع ذكر الله في بيتك حاول أن تذكر الله في بيتك شغل إذاعة القرآن مثلا خل دائما الذكر الله حاضر واطرد كل ما سواه من الموسيقى ومن الأدى ومن الأشياء التي يعني 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 يرتضيها الله سبحانه وتعالى وتصبح راح ترتاح وفعلا بعد ما بعد الأخذ بهذه النصيحة ارتاح ومشت أمورهم في السنباتيك كما يقال يعني أمورهم تمام طيب أيضا من الأخطاء التي تقع من بعض من بعض المصلين هدى الله يعهم أو يعني من يأتون إلى الصلاة طبعا أنا ذكرتها عشان ما أنسا لأن أنا ضيب بعض النقاط إذا طبعا قيمت الصلاة بعض الناس إذا سمع الإقامة وش سوه بدأ شغل التيربو بدأ يسرع بدأ يحاول يدرك الصلاة ويأتي إلى الصلاة وهو يعني بعجله وتجده يا الله يلتقط أنفاسه ويأخذ شوي ركعة تقريبا هو يحاول يعني يهدى ويلتقط أنفاسه وهو بهذه الطريقة أفسد على نفسه الطمأنين والخشوع في الصلاة كده ما استفدنا ولا أيضا أخذنا المقصود من الصلاة بظن الله يهدينوا إياهم تقويس حتى بعضهم إذا جاءوا دخل والإمام راكع مثلا يركض يركض يعني كأنه يقول يا إمام لا تركع أصبر أصبر جايك جايك أباركع بدخل معك وكأن هذه الصلاة أصبحت عبء وأصبحت يعني الله المستعان بس تحصل حاصل يحاول يعني أنه بس ينهيها بأسرع وقت ممكن يعني يقضيها وخلاص يؤديها وانتهينا الله المستعان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلاد وحنا نقول أرحنا منها أرحنا منها يا إمام فنحاول يعني مباشرة يعني نخفف الصلاة نحاول مصر أن أديها فوالله المستعان لكن جاء في الحديث في النهي عن هذا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون يعني لا تأتوها وأنتم مستعجلين وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يعني الأمر في هذا الحمد لله واسع ويسير لا الحمد لله الأمر بسيط جدا الحمد لله في سكينة تقابل الله سبحانه وتعالى ملك الملوك لو أنك تأتي لأحدهم تبتأتي عرس أحدهم أو مسؤول أو ملك من ملوك الدنيا طبيعي تأتيه بتأوداه وبسكينه بوقار يعني هذا هو مخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى فمن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس وقد يخل في ركن أنتبه بعضهم ترى صلاة وقد لا تقوم بشكل صحيح لماذا؟ لأنه يفسد الركن الطمأنينة لأن الإنسان ليأتي يركض أو مستعجل هذا هذا يبدأ الركعة اللي هو يركعها والركعة هذه كلها تجد غير مطمئن وغير خاشع وغير يعني يمكن حتى الكلمات قد لا يستطيع أن يخرجها بمخرجها الصحيح وقلنا لكم حنا أن فرض فرض الأذكار أن ينطق بها اللسان وتتحرك بها الشفتان وتخرج الحروف من مخارجها يعني يخرج صح تخرج الحروف بحيث تقام طبعا بدون وسوسة وبدون تشويش يجي واحد يخش والله نمكن ما قرأت صح ما أدري إيش لا يقول بعض الناس وبعضهم أيضا تجد وهو يقرأ يزعج من حوله ليه؟ لأنه النفس عنده يعني مرتفع وهو يعني مستعجل فهو يحاول أن يلتقط أنفاسه فتيجي الصوت يرتفع يرتفع يؤذي من حوله يؤذي من حوله في هذه المسألة فهذه مسألة ترى مسألة يعني مهمة والأمر بسيط جدا 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 يعني أسهل مما تتوقعون الواحد يجي بتأوده وتأني ما أدرك فيصليه ومفاته فيتمه الحب ألا الحمد هذا أمر أمر ثاني طبعا هذا ملاحظ أيضا جدا حنذكر طرح بسألكم بعدها عن أسألكم عنه الأخطاء اللي ذكرت أسألكم عنه الأخطاء اللي ذكرت أنا عندي ولدي والصوت وازع جني ذكرنا الآن خطاء خطاء الخطاء الثالث أيضا بعض الناس إذا جاي يصلي الله يهدينا وإياه خاصة بعض الشباب يمكن من جهل إذا جاي يصلي يبدأ يناظري عد نجوم يناظر يناظر للثريوات يناظر للزخارف يناظر للسقف هذا منهي ينعنه جاء فيه النهي الشديد حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام ما بال أقوام إذا في صلاتهم يرفعون أبصارهم في صلاتهم لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم تخيل أو لتخطفن أبصارهم شف شدة لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فما هو طيب الواجب وما هو الصحيح وما هي السنة في هذا السنة أن تنظر لموضوع السجود أن تنظر لموضوع سجودك بهذه الطريقة وبعضهم يدن نقول لا هذا أيضا مخالف بعض الناس يعني هذا تكلف لم يعني يأتي في السنة بعض الناس يلصق هذا الحنك يلصق حنك أو الفك السفلي هذا يلصقه في نحره أو على صدره بهذه الطريقة فتكلف شيئا لم تأتي به السنة حلو اللهم صلي وسلم عن نبينا محمد إذن السنة الإنسان ينظر إلى موضع السجود أو يكون اتجاهه اتجاه موضع سجوده الله يوفقنا وياكم الأمر الرابع إذا توضى أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة هذه أيضا من الأشياء التي قد لا يتفطن لها البعض لا يتفطن لها البعض وهي مسألة تشبيك الأصابع دائما كنت يعني في صلاة وذهب إلى الصلاة فلا تشبكن أصابعك هذا من الأمور التي ينبغي أن نتفطن لها صلى الله يوفقنا وياكم أيضا الخطأ الرابع والأخير الخطأ الرابع والأخير والذي يعني ينبغي أن نتفطن له اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء حديث عظيم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير لاحظوا نقر الغراب أي تخفيف الصلاة بشكل مخل بعض الناس ينقر الصلاة نقر ما يتهم فينقر طبعا طبعا ما هو الفرض ما هو الضابط في هذا حتى نعرف طبعا هذا الأمر قد تقع فيه النساء أكثر من الرجال خاصة في البيوت لماذا؟ لأن في المساجد للحمد يعني المأموم يسترتبع للإمام فتجده يصلي الله الحمد صلاة تامة وإن كانوا حتى بعضهم قد يستعجل أو يريد أن يخل في الصلاة لكن لا يستطيع هذا إذا كان في المسجد في البيت يكون الإنسان هو وصلاته ونفسه فنقول لهذا نقول لهذا نقول أنت لم تقم الصلاة لم تقم صلاتك بشكل صحيح النقر هذا جاء فيه النهي النقر الغراب اللي هو بعض الناس تجدوا يضع بس خشمه أو الأنف ويرفع مباشرة نقول ما هو الضابط الضابط لابد أن إذا ركعت أو سجدت سجدت أن كل مفصل من جسمك يعني يطمئن ويكون في مكانه وتستطيع أن تتلفظ ما هو واجب عليك يعني مثلا أنا ركعت للسجود اطمئنيت يعني ثبت الآن ثبت ليحظة ثم قلت سبحان رب العلاء الآن خلص أجزات هذا مجزة هنا نتكلم عن بعض الناس اللي يستعجلون عنده شغل أو عنده عمل أو عنده أمر فأحيانا يريد أن يوجز في صلاته مثلا مع أن الأصل الإنسان يعني يهدى في صلاته ويهيئ لها يتهيئ لها تهيئة تامة ويفرغ نفسه للصلاة لأن الحمد لله وش الصلاة وش تاخذ من وقتنا يعني في اليوم والليلة ما تأخذ منه شيء كثير لا الحمد لكن نقول مثلا كان عنده إنسان عنده شغل مثلا ما هو الضابط ما هو الضابط في هذا نقول الضابط أنه إذا سجد أن يقول سبحان رب الأعلى وكل مفصل من جسمه قد سكن فبهذا يعني يكون مجزئ بعدها يرفع بعدها يرفع الله يوفقنا وإياكم أيضا في هذا الحديث في أكثر من تنبيه مهم افتراش السبع ما هو افتراش السبع وفي جاء بعض الروايات افتراش الكلب بعض الناس إذا جاء يسجد إيش يسوي ما يضع الكف كذا يضع الساعد كامل الساعد كامل على الأرض على الأرض فهذا الافتراش جاء النهي فيه ما يجوز الإنسان أن يفترش هذه الطريقة ما يجوز أن يفترش هذه الطريقة الأمر الثاني وقد تكون هذا جديد على البعض أن يوطن مكانا في المسجد كما يوطن البعير بعض الناس تجده خلاص في مكان معين في المسجد لا يتعداه هذا هو مكانه ما يغيره ولا يعني يذهب لغيره تجده كل يوم فيه كل فرض فيه نقول هذا جاء النهي فيه جاء النهي فيه أن تجعل لك مكان مخصص كما يكون البعير البعير خلاص إذا كان له مبرك أو مكان يبرك فيه خلاص ما يتعداه ما يبرك إلا فيه فيكون مكان مخصص له ويحاول أيضا أن يقاتل عليه أو يتضايق لمن يأتي فيه نقول لا يا حبيبي المسجد الحم بيت والله عز وجل للجميع من سبق يصلي في هذا المكان إذا كان هذا المكان في الروضة مثلا أو قريب من الإمام فنقول ليس لك حقا أن تجبر أحدا أو تمنع أحدا من هذا المكان أو بعضهم يأتي يقول هذا محلي أنا مكاني نقول لا إلا مثلا أصحاب مثلا الأمراض اللي مثلا يجعل لهم مثلا كرسي مثلا يجلس فيه معاق أو نحو هذا فيكون له مكان يجلس فيه نقول لهذا أن هذا يعني لحاجة وضرورة يعني عرف أن هذا المكان له فيه يعني يتساعد معه ويتساهل معه في مثل هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخيرات وترك المنكرات أسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على طاعته الحين ننتقل إلى أسئلتكم لعلها إن شاء الله كافية ذكرنا اليوم أربع خطاء شائعة في الصلاة وقبلها كذلك ذكرنا وإن شاء الله أنا كافي وافي حشم أطوي عليكم وصجكم وزعجكم اللهم يصلي نحن نجي لأسئلتكم اللي يقول مرحب يا هلا بل جميع حياكم وبياكم في بث أخيكم تشرفوني وتسعدوني وكل من قال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم أنا ما أشوف البث السابق عاد ما شفت إن شاء الله تشوف تابع وتشوف إن شاء الله علق عندي النت الله يعينكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله أبي صلي بدون تحريك شفائفة هل الصلاة صحيحة ذكرنا حنا الضابط في هذا عليكم ركزوا في هذا إن الإنسان ينطق به لسانه ويتحرك شفتيه بعض الناس قد تكون ظاهرة هذا حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي وكان الصحابة يصلي من خلفه كان يعرفون أنه يحرك عليه الصلاة والسلام كان يعرفون عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بالطراب لحيته لحيته لحيت الرسول صلى الله عليه وسلم عريضة الله مصر عليه السلام على النبي المحمد فكان الصحابة من خلفه يرون الطراب لحيته فيعلمون أنه يقرأ في الصلاة السرية يعني صلاة الظهر والعصر وهكذا السلام عليكم عندي سؤال في الصلاة فضل شيخي عندي سؤال ممكن البعض لا يسجد العضاء السبعة مثلا نعم هذا راح إن شاء الله نأتي عليه هذه من الخطاء الشائعة والمخلة والمهمة جدا جدا هذه شكالية كبيرة لابد الإنسان يسجد على سبعة أعظم يسجد على سبعة أعظم اللي هو الأنف والجبهة هذا واحد اليدان اليدان هذا الاثنين الركبتان هذول صار الخمسة مع الرجلان القدمان صارت سبعة لابد كل عضو من هذه الأعضاء يمكن من الأرض إذا اختل شيء منها بطل بطلة هذه السجدة أو هذه الركعة فلابد أن تأتي بها طبعا بعض الناس قد ينسى أو يساء أو يجهل فيرفع مثلا رجلة فنقول لهذا إذا كان إذا استمر في رافع رجله أحد رجلي مثلا بعض الشباب يلعب رجله فيكون رافع رجله ما مكانها من الأرض فإذا استمر طوال السجدة نقول فسدت هذه الركعة لا بد تأتي بركعة أخرى وستسد سدسا أما إذا أدرك قبل أن يرفع رجع رجله رجع رجله ثبتها فنقول يعني لعل إن شاء الله في الأمر سعى لكن أنت على خطر في مثل هذا أنت على خطر في مثل هذا أنك لا تتساهل في مسألة الأعضاء السبع لا بد أن تمكن جميعها وأن تمكن خلال تلفظك أيضا بسبحان رب الأعلى تكون هذه الأعضاء ممكنها من الأرض شيخ بعض ما يعرف الأعضاء السبع شرحها منهم ما هي الأعضاء ذكرتها طبعا في صلاة الفجر تقول التشاهد كامل مع الصلاة عن النبي أصلاة السلام هذا يعني هو الركن أيضا هذا من كان الصلاة طبعا سبحان الله بعض التعليقات تدل على أصحابها لكن ما نرد عليهم اللهم صلي والسلام على البيان سبحان الله نوعية يا أخي نريض الله إنه إياه طيب طرح حدك بلق كده على جابتك بين عيونك ونرتاح من أشكارك لكن اسمع لعل الله يعني يفيدك بشيء تستفيد من شيء ما في داعي الهلاسلة الغبية أو الهلاسلة التي تدل على يعني مستواك البهيمي هذا فالواجب عليك أنك يعني تكون أرقى من ذلك وإن كان طبعا بعض الناس يكون خلف القناع وبحساب ما يعرف فتيت يظهر التمرد الداخلي للأسف هذا جبن ترى هذا جبن فيك فالإنسان سبحان الله بعضهم إذا حط حساب ولبس القناع بدأ يأخذ راحته بدأ يفلها بدأ سبحان يطلع من فيه هذا يدل على خلل كبير في الشخصية ويدل على إشكالية كبيرة حالة نفسية فيه لكن الإنسان سبحان الله سوي تجد ما يتفرق معه سواء بحساب رمزي أو بأي كان كان تجده محترم وتجد سلوب راقي أي كان هذا هو الصادق هذا الذي يحس حتى هو أصر راضي عن نفسه مرتاح مطمئن يعني تجده مرتاح وراضي عن نفسه أما الإنسان الذي إذا اختفى خلف الأنظار أو وراء الأقنعة والحسابات واسماء يعني مزيفة بدأ يتكلم هذا يعني هذه كما يقال لها أهلها أهلها يعني الله مستعى على قلاتهم السلق اللي بالشعيب يطلعون الله مستعى الله مستعى أجل ما شاء الله لا حياة في الدين ما شاء الله اجهرنا حياك حسيتني أنا يعني مرة من قوة الحياة اللي فيك زاك الله خير اللهم صلي وسلم على البيان محمد يا أخي الله يزاكم خير بعض الناس يشوف ما شاء الله فيه وناس يعني يدل على الرقي وعلى الاحترام والاستفادة عسى الله سبحانه وتعالى يحفظ الجميع يجعلنا وياكم موفقين مسددين ويجعل عمالنا في خير وإلى خير ويجعل يرزقنا وياكم العلم النافع وعلم الصالح ما عليك من محترم طيب نتجاوز بعض التعليقات نصكم يا شيخ خليصوح في التشهد تقصد أو أول تحيات إلا تحيات تحيات والصلاة السلام عنه إلى آخر إبراهيم نعم هذه الأفضل هذه الصلاة الإبراهيمية التي تكون في التشهد الأخير في سؤال عندي بحث عن دليل صلاة العيد إذا عندك دليل تفيدنا والله يعني يمكنك عندك مثلا فيه الممتع اللي هو الشرح على الزاد تكلم الشيخ بنعدمين رحمه الله يعني أسهب في هذا وفصل في هذا فحسن ترجع يعني إذا تريد أنت تفاصيل وأحكام وأراء الفقهاء وبسلوب يعني يعتبر عصري وسهل والشيخ بنعدمين رحمه الله يعني إمام في هذا هذا يعني أن أردت فيها أيضا كتب فقهية أقل أقل من هذا مثل عندك فيه عندك الملخص الفقهي عندك أيضا الفقه الميسر طبعا الملخص الفقهي الشخص رحمه هو شهير يأتي في مجلدين وحن جاء الطبعات في مجلد أيضا عندك الفقه الميسر أيضا جديد واستفاد من الملخص الفقهي واستفاد من الاعتميم واستفاد من مذهب جميل حقيقة منحرر وقائم عليه مجموعة من العلماء صراحة ممتاز الفقه الميسر إعداد مجموعة من العلماء إن أردت هذا وإن أردت أيضا من الكتب مثلا عندك المنهاج السالكين للسعدي وإذا ترجع مثلا البخاري إذا أنت رجل يعني ميولك حديثي وترجع مثلا البخاري عندك فتح الباري شرح شرح على صحيح البخاري لابن حجر أيضا فكلها متيسرة ومتناول للأيدي الله يحفظ طيب الله يحفظكم ويرحم ولديكم الجميع وإن كان عندك سؤال أنا من يعارف وش اللي تبيب تضبط وش البحث وش مستوى البحث اللي عندك ممكن تتواصل بالخاص نتفاهم إن شاء الله إذا كان الأمر السدعي إن يعطيك الرقم الرقم جوالي أيضا نستفيد ونفيد بإذن الله طيب يا شيخ البعض مسوي عملية سحب موية في عينه وليستطيع السيد على صلواتهم الصحية طيب جميل حلو السؤال هذا زين طبعا حنا كلامنا قبل قليل عن الإنسان الصحيح الإنسان الصحيح الذي لا يعاني من شيء أما من عنده عذر هذا عذره معه أما من عنده عذر صحيح عذره معه وأيضا هذا لها باب آخر ممكن نتكلم عنها بعدين لهو باب الأهل العذار والفقه التعامل مع العذار لأن بعض الناس أيضا ما يعرف يتعامل مع العذر خلاص عنده أي عذر خلاص يصلي جالس ما يقوم ما يسجد يعني يسقط بعض الأركان ويسقط بعض الواجبات بسبب أن عنده عذر لا يستدعي جزء مما أسقطه مما أسقطه من الواجبات والأركان عليه واضح فلابد أن صاحب الأعذار يسأل شيخ يسأل شيخ عن وضعه وحالته ويستفصل معه حتى يعرف ما المدى المسموح له في العذر لأن بعض الناس قد يكون أمره سمح أمره سمح يعني ما يكون فيه يعني إشكال إشكالي أما إذا قال الدكتور لها مثلا أنك فلان لا تسجد يكون خاص لا تسجد بس ما يعني أنك تجلس بعض الناس إذا جاءت تكبيرة إحرام ما يقف لها لأن تعرفون أنتم أن من أركان الصلاة عفوا من أركان القيام مع القدرة القيام مع القدرة بعض الناس يسقط هذا الركن بسبب أن عينه في همان نقول غلط يا حبيبي غلط ما يصير لابد أن تقف وتكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع إذا كانت مسموح وتستطيع أنك تركع الركوع يكون خفيف أو ما يتيسر لك أو بشكل مقارب يعني بالشكل الصحيح ما يحتاج أنك مثل تكون بهذه الصورة ممكن أن يكون كذا يمشي معك تسوي تسوي كذا ما تستطيع أنك تزيد عليه نقول لا تزيد جاء السجود ما تستطيع نقول خلاص ما يحتاج تكون جالس وتكمل صلاتك بهذه الصفة وبهذه الطريقة يا شيخ الدعاء اللي قبل الصلاة لازم أقول دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح سنة دعاء الاستفتاح سنة وفقنا الله وإياكم طيبة ما الشيخ يقرأ من البداية دعاء الاستفتاح سنة جزاك الله خير جزاك الله خير يا حبيبناك كل من يشارك ويتفاعل أشكرك وجزاك الله خير وبارك الله فيك أنك يعني تسد يعني ثغرة على قلة حم فما عندك مشكلة بس أهم شي أنك تكون متأكد من المعلومتك يكون لك يعني عندك بهذا علم الله يوفقنا لكم ما سمعت رحت ورجعت سوي يعني رحت ورجعت تعيد نفسي كده أضغط الزرار كده أرجع وعدين أرجع طيب اللهم صلي وسلم على نبي محمد شيخ علي صحب في التشاهد والقول تحيات ذكرنا 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 تذكر غادا إن شاء الله يوم الجمعة أكثر من الصلاة عن نبي صلى الله عليه وسلم تزاكم الله خير بارك السنة طبعا الصلاة ليلة الجمعة ويومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم مبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم طيب شيخ نبقى أيضا عن الوضو عن التيم إن شاء الله راح يكون لها باب إن شاء الله لكن خلونا نخلص الحين من أخطاء الشائعة في الصلاة وأنا أحرص أيضا عن الأخطاء المهمة والتي قد يغفل عنها البعض ولعلكم أنتم تلاحظون هذا إنها يعني مهمة خاصة أن الحمد لله أذكر ربث الماضي جاء تفاعل كبير جاءنا رسائل كثيرة في ناس يقول أول مرة نسمع بهذا فالحمد لله على كل حال الصلاة أن ينفع بنا وبكم ويجعلنا وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر ورزقنا وإياكم العلم النافع وعلى الصالح مساء الخير يا هلا والله حيا الله أبو سامي حياك وبياك سير سير تقهو يا أخ تقهو مبطل عنك بشبة لحد يقول قطع البث الله يسعدك من أولي أبو باسل يا هلا يا هلا أبو سامي الله يسعدكم يرحم والديكم مسعدت بلقاءكم ما أبقى ألبثت يطول أكثر من كذا لعل إن شاء الله ما قلت فيه كفاية ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق اللهم صلى الله عليه وسلم عليكم والعلي إن شاء الله أيضا جوبت على إجاباتكم وسئلتكم حلوة والعلي إن شاء الله ألتقي بكم حياكم الله في صفحتي أيضا في قناتي أيضا متنوعة ما بين رقائق وأيضا مواضيع اجتماعية أيضا في أحكام اللي مثل أهل الشتاء أحكام في مسحة الخبفين موجودة بشكل مختصر جدا ما تأخذ معك تدقائك أحكام مسحة الخبفين بشكل مختصر موجودة في قناتي في اليوتيوب اللي بيمر عليها حيا هلأ واللي بيسير علي بسناب أبرك ساعة إذا ما شاءتها العين يشيلها الرأس الله يعيكم جميع فاللهم صلي وسلم وبرك على عبدك ورسولك محمد وإذا رأيتم أن ما أقوم فيه كويس ممكن تنشره أو تدعو أحد أنه يزور صفحتي ويزور قناتي في اليوتيوب وأيضا سناب أيضا عندي ملخصات لطلبة العلم اللي مثل عنده توجه علمي عندي ملخصات موجودة في صيد الفوائد باسمي سلطان بن سرري الشمري وفي موقع الألوكة كلها مواقع معروفة مشهورة عند طلبة العلم والنخبة ممكن الرجوع لها مقالات علمية وفيه أدبية فقهية أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرم نوياكم فضله ويرزق نوياكم العلم النافر بالعمل الصالح وأسعد بكم جميعا أي ملاحظة توجيه سؤال نقد الخاص مفتوح لكم أقرأ ما أستطيع أن أقرأ واللي أتأخر بالرد عليه يعذرني لن تعرفون عندي أشياء لدي بعض العمال لكن أحرص أني أرد على الجميع أيضا سألوني بعضهم على السناب أيضا والله أرد السناب كانوا أسهل شوي عندي أرد على الأسئلة إذا كان عندي إجابة له الله يرفقنا وإياكم ويحفظكم ويحفظ هذه البلاد من كل شر وصلى الله وسلم أنا نبينا محمد وإلى لقاء قريب سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله لأنت أستغفرك وأتوب لك السلام عليكم